فارق معايا قوي أقرأ الجزء الكتابي ده تاني في لقه 18 وبيقول يعني في واحد صلى في قلبه وقال له يا رب ارحمني وحد تاني تفخر وقال له أنا بعمل وبعمل وبعمل وفي قلبي قوي أقول أنه أكتر حاجة بتقابل فيها مع ربنا وأنا الوحدي بتقابل معاه في قطي قدامه وبحبه وبصلي وبتقابل مع قلب ربنا الجميل بيفرق معايا قوي أنه ربنا بيبص للقلب وبفتكر قوي سامويل النبي لما راح يرسم داود الملك فسامويل كان فاكر أنه دايما الملوك يبقى طوال وعراض لأنه شاول كان طويل فلما جيه يرسم داود أول واحد تقابل معاه من أولا ديس أليقاب وأبي نداب وشمة كانوا طوال فأول ما تقابل مع أول واحد طويل قال هو ده ساعتها ربنا قال له آية جميلة قوي الإنسان بينظر إلى العينين الشكل لكن الله ينظر إلى الخلب وأنا فارق معايا قوي أقول لك أنه ربنا بصص على قلبك وشايف اتجاهات قلبك وعرف أنت رايح فين وجاي منين ونفسه يتقابل كده مع القلب البسيط المتواضع اللي ربنا بيحب القلب البسيط المتواضع دا مش القلب المتفاخر وحس أنه عامل حاجات رهيبة ومجب عليه وموفر له كل التقوص اللي هو عاملها وأنا نفسي أصلي صلوة قصيرة كده لكل واحد حس أنه يعني ده أنا بسيط أنا ما بعملش حاجة أنا يدوب بس بتقابل مع ربنا كده كل يوم شوية صغيرين بروحي لاجتماع خدمتي بسيطة وحياتي بسيطة ربنا عايز القلب دا ولو أنت مش كده قوله رب حول مصاري خلينا طيب الأول ناخد تليفون مع الأسيس جوزيف وهو يكون بيسللنا في الاتجاه ده أسيس إزاي حضرتك؟ أهلا بيك حبيبي أهلا يا حاطل أسيس إزايك؟ أنا معاك للأسيس جوزيف معين كنيسة معدة القداشة المينيا أهلا وسهلا يا أسيس أهلا بيك مفتين تكون معانا في برنامج صوت الكنيسة نفسي الأسيس كده تسللنا صلوات إزاي تكون قلوبنا بسيطة وإزاي تكون قلوبنا متواضعة وإزاي نخش نقوله اللهم ارحمني أنا الخاطي مش أنا بعمل وبعمل وبعمل وعندي كتير قوي بقدمه لربنا أنا عايزة أتقابل مع ربنا بالقلب المتواضع أمين في اسم الرب يسوع أنا بشكر ربنا لأجلكم ولأجل فرصة مشاركتي معاكم بصلواتي في هذا البرنامج الرائع صوت الكنيسة يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك دايما من محبتك لينا عايز تسمع صوتنا وبتقول لينا بكل الحب أسمعيني صوتك احنا بنصرخ ليك يا رب لأن فعلا يا رب من رحمتك ومحبتك انت عايز تقربنا ليك وبتتعامل معانا بحسب محبتك ونعمتك ادينا يا رب هذه الروح المتضعة لما ندخل إلى عرش نعمتك وإحنا بنكلمك بروح منكسرة وقلب متضع وعدت إنك الروح المنكسر والقلب والحياة المتضعة أنت ما بتختقرهاش لكل المجد يا رب علمنا إزاي ندخل متكلين على نعمتك ومتكلين على رحمتك ووثقين في قدرتك وسلطانك لكل المجد يا رب أنا بصلي أنك تنزع الخوف في هذه الأيام من قلوب الناس يا رب الخوف اللي هو يعتبر أشد وألد عدول الإنسان أنا بشكرك لأنك تستطيع أن تنزع الخوف مهما كانت أسبابه وتمنح سلامك الذي يفوق كل عقل لأنك رئيس السلام أذكر عالمنا اليوم يا رب بنصلي تحرير للمشاعر المجروحة تحرير للنفوس المقيدة والمكسورة والحزينة يا رب أنا بشكرك لأنك وعدتنا أنك معنا وتسمع صلاتنا أشكرك لأجل كل طلب رفعت ليه ومن أجل كل قلب مكسور قدامك بنصلي من أجل بلادنا واحتياجات بلادنا أذكر المقصورين والمتروحين وعلمنا دايما نجي بالإتضاع وبالانكسار قدامك وإحنا وثقين أنك بتسمع وتشتجي في المحبوب الغالي لكل المجد لكل المجد أمين 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 شكرا يا حات الأسيس شكرا ليك جدا فرق معايا قوي يا فرينيا الموعزة على الجبل ويا سوع لما كان بيقول لهم لما تصلي ادخل قطك ورفتك ووقف البابك على نفسك وكأمن ربنا بيوصينا كده أن العلاقة مديني مدينه الشخصية مش محتاج أن أنا حكي فيها قدام الناس بالعكس لما هتقابل مع ربنا سماري هتبان للناس تلقائيا من غير ما أنا أعمل مجهود من غير ما أقول لك أنت عارفة أن أنا صايم أنت عارفة أن أنا قعدت أوقات كتيرة قوي أصلي النهاردة أنت عارفة أن أنا تقابلت مع ربنا كذا ساعة حتى لما أخش على حد أقوله أنت خاسس ليه قولي من الصيام متهايلي ربنا مش عايز العبادة الشكلية ربنا عايز العبادة الحائية اللي في المخدع اللي قدامه هو وبس وأنا فارق معايا قوي تاخدي وقت تصليلنا فيه أكتر وأكتر إزاي نكون حقيقيين قدام ربانه إزاي ما نكونش بنتكلم كتير ونقول إحنا بنعمل وبنعمل وبنعمل أنا نفسي دايما تبقى صلواتنا ارحمنا اتقابل معانا إحنا عايزينك أنت وبس مش أنا بعمل وحطيت قد كده في الكنيسة وخدمت خدمات كبيرة تالي ربنا عايز دايما نتقابل مع قلوبنا البسيطة المتوضعة وعلاقتنا بيه تفضل ما بيننا ما بينه آمين آيوة يا رب نيجي قدامك بكل اللي فينا بكل ضعفنا وبكل عيوبنا اللي ممكن مش كل الناس عارفاها لكن انت وإحنا بس اللي عارفينها اللي بنحاول نداري عليها ونجمل فيها عشان الناس ما تعرفش الحقيقة إن احنا فعلا ضعاف لكن بنيجي يا رب قدامك وبنحط قلبنا يا رب مفتوح قدامك وبنطلب يا رب ازرع جوانا محبة وجوع للقعدة معاك ازرع جوانا يا رب اشتياء لكلمتك وإن احنا علاقتنا تتوتط أكتر وإنه إزاي لما نقول احنا احنا عارفين ربنا احنا مش بنسمع عنه لكن احنا في علاقة رايحة جاية ما بيننا علمنا يا رب علمنا زي ما علمت التلاميذ علم قلوبنا يا رب وعلم أذهانا إن احنا نخضع لمشيقتك إن احنا ناخد منك مش بس نبقى عايزين نعمل كل حاجة بمزاجنا لكن كل ما نقعد معاك كل ما ثمر الروح يبان علينا أكتر كل ما نتغير أكتر عن شكلنا ونبتدي نكون مشابهين صورة ابنه عايزين نكون شبه يسوع وده مش هيحصل غير وإحنا قاعدين قدامك وإحنا بنستسلم قدامك ونفسنا يا رب تحلول قاعدة في عينينا وترخص يا رب الحاجات التانية لوغد أولوياتنا لكن نحطك أنت في الأول نحطك أنت في المشهد نحطك أنت الهدف الأساسي في اسم يسوع إلى اسمك هو ده شهوة قلبي إلى اسمك وذكرك شهوة قلبي وإحنا بنرنم الترنيمة دية دلوقتي نفسي أشجع كل اللي بيشاهدونا لو عايز تتواصل معنا أرقبنا على الواتساب بعت لنا تلبات صالة وقريدي فيه تلبات صالة كتير واستطلنا وهنصلي على شنها وكمان تقدر تتواصل معنا على التليفون ونصلي معاك على الهوى مباشرة إلى اسمك وذكرك شهوة نفسي إلى اسمك وذكرك شهوة قلبي إلى اسمك وذكرك شهوة قلبي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر حتى نانسي قنقر فنيمشي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حقيقين الحقيقيين اللي بيحبوا بجد مش لازم يكون لنا أدوار لامعة ولا على محاب ولا في برامج لكن علاقتنا بيك العلاقة الشخصية اللي في المخدع بصل يى رب إنه كل حد مش تق ومش عارف يعمل الخطوة دي مش عارف ياخدها معاك يا رب أنت تمد ايدك لي وتاخد ببيده وتخش معيا يا رب العلاقة دي واتعرفه عليك اكتر فيحبك اكتر فتبقى انت مرتاح في الهيكل ده تبقى مرتاح جواه فبعد كده يا رب ينضح عليه ينضح عليه المحبة وينضح عليه الصفات يا رب اللي بيها نعرف يا رب نعرف ان احنا ولادك ومن كده يا رب يبتدي هو كمان يوزع يا رب محبة ويوزع قد ايه ويحكي عن العلاقة اللي بتربطك بي يا رب والاحسنات والمراحم اللي انت عملتها في حياته في اسمي يسوع ترنيمت تربطني بيك مشاعر كأنها علاقة بنحكي فيها عن ايه اللي حاصل ما بيننا وما بين ربنا فزي ما انت اخترتها بالزبط هي بتعبر قوي عن الكلام اللي احنا بنقوله نقولها في روح الصلاة ونتميلي بيها نعم تربطني بيك مشاعر تربطني بيك مشاعر وصداقة وحكايا ما انت بيك مشاعر ما مشاركني لأزمان يا يسوع من زيك يا ابن الله يا يسوع انت العلاقنا يا يسوع صالح ومن استنى من علاقة بانتها نسكتها بأيدي يوم ورى يوم انت رعيتها كبرت مسنودة لي يا يسوع يا يسوع وعن تلقى لك وعن تلقى لك يا يسوع صالح ومن استنى يا يسوع صالح ومن استنى احسب تجاربي معاك افرح وارتفاك وانا فيها بستنى تقدني نتساك احسب تجاربي معاك افرح وارتفاك وانا فيها بستنى تجاربي معاك تجاربي معاك تجاربي معاك افرح وارتفاك يا يسوع يا يسوع من زيك يا ام الله يا يسوع انت العلاق اولاك يا يسوع صالح ومن استنى يا يسوع يا يسوع صالح ومن استنى اتغير قلبي كتير لما عطى ارشاداتك وحببك التغيير لما داقوا بلمساتك اتغير قلبي كتير لما عطى ارشاداتك وحببك التغيير لما داقوا بلمساتك يا يسوع من زيك يا ام الله يا يسوع انت العلاق اولاك يا يسوع صالح ومن استنى يا يسوع يا يسوع صالح ومن استنى يا يسوع صالح